بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان ملخص حول المتتاليات العددية لثالثة تنوشة جميع الشعب وشعبات العلم التجريبية والتقنية الرياضي والرياضي وشعب الأدبي وشعبات السير وضعت هذا الفيديو القصير لأذكركم ببعض القوانين الهامة يا أبناء ولي من يريد أن يتفقه أكثر فليكتب المتتاليات العددية من الألف إلى الفيديو يطاول هذه عبارة عن بعض القوانين الهامة في المتتاليات في الحالة العامة فقط أبنائي إذن ولننطلق في الشرح المفصل إذن لاحظوا هنا أبنائي ننطلق بالأول بالتعريف يعني حبر هذا الملخص لاحظوا ماذا قال قال آآ لاحظوا قال متتالية عددية حقيقية هي دالة ترفق بكل يعني كما تعلمون أن المتتالي يرمزل لها بي كما يرمزل لها بي في دبلو في تي مجرد سميات فقط لاحظوا بكل لاحظوا قال عدد طبيعي أكبر أو يسعين عدد طبيعي آن سفر معطى العدد يرمزلها بالمتتالية هكذا هذه عبارة للحد العام وهذه يرمزلها إي لآن هذه كمتتالية لاحظوا كما تعلمون أن المتتالية تنطلق من الأعداد الطبيعية وتذهب إلى الأعداد الحقيقية هذا يكون عددا طبيعي والنتيجة تكون أعدادا كيف هي حقيقية حقيقية إذن هذا فيما نسميه تعريف المتتالية إذن أكرر الترميز يمكن أن نقول هكذا إذا وجدناها هكذا نقرأ متتالية إذا وجدناها مكتوبة هكذا نقرأها عبارة حتى تفهموا جيدا أبنائي مثلما نقول F و F ل X هذه تقرأ الدالة وهذه تقرأ العبارة حتى تفهموا أبنائي فقط كما يمكن أن نجد مثلا عبارات المتتاليات مثلا تعطينا هكذا ركزوا هنا تعطينا مثلا إيليان يساولنا مثلا ثلاثة آن زائد مثلا خمسة هذه عبارة الحد الان كما نجدها بعبارة تلاجعية وهي إيليان زائد واحد تساولنا مثلا ثلاثة إيليان زائد خمسة هذه الكتابة وهذه كتبة تختلفان هذه متتالية عادية أما هذه متتالية تراجعية هذه المتتالية تراجعية تعطى لكم مثلا حدها الأول مثلا يسعينا إلي سفر يسعينا إثنان وليس بالضرورة دائما متتالية تنطلق من إلي سفر مرت يقول آن ينتمي إلى آن نجمة يعني تنطلق من إلي واحد بعدما أنهينا مع هذا الأمر كيفية الآن دراسة اتجاه تغير المتتالية إلي آن معرفة على آن لاحظوا قال طريقة الأولى من أجل ماذا من أجل كل عدد طبيعي آن من العداد الطبيعية آن من العداد الطبيعية لاحظ قال هنا التغير مثلا الدالة قال إذا وجدنا أنه إلي آن زائد واحد ناقص إلي آن القيمة كيف هي القيمة موجب أو تساويسف نقول متزايدة على آن إذا وجدناها هكذا نقول متزايدة تماما على آن إذا وجدنا العكس أنه إلي آن زائد واحد ناقص إلي آن أقل أو يساوي نصفر تصبح لنا كيف هي متناقصة وأما إذا حذف هذا نقول متناقصة تماما لاحظوا هنا كذلك عندنا أبنائي إذا كانت هذا الفرق يعطي لنا ماذا؟ يعطي لنا شيء اسمه صفر إذن هنا نجد صفر ماذا يمكن أن نقول؟ نقول على المتتالية إنها ثابتة عندنا كذلك الطريقة الثانية الآن لما تكون العبارة ليس مكتبة من هذا الطيراز معناه ليس مكتبة أنه مكتبة هكذا إي لأن زائد واحد تسعين أف لإي لأن هناك كتابة أخرى نجدها هكذا مكتبة إي لأن تسعين أف لأن كيف؟ مثلما ذكرت هنا في الأول قلت إي لأن تسعين مثلا ثلاثة أن زائد خمسة ولاحظوا إلى هذه إي لأن زائد ثلاثة إي لأن زائد خمسة هذا عدد طبيعي أما هذا فهو عدد حقيقي الآن هو يتحدث عني لما تكون مكتبة من شكل ثلاثة أن زائد خمسة قال تدرسه كما تدرس الدل لقل إذا كانت الدل أف متزايدة ما أين هي الدل أف؟ لي هذه عبارة هذه الدل أف لأن هنا كم هي هي ثلاثة أن زائد خمسة لاحظوا جيدا هذه لو نشتقها لو نشتق هذه تصبح لنا أف فتحة لأن تسعين كم؟ تسعين ثلاثة إذن هذا العدد بما أنه زائد فالدل أف المتتلية تكون متزايدة يعني تتبعها لكن الشرط يكون هنا أن ليس إي لأن حتى تفهموا جيدا أما إذا كتبت من هذا فليس لها علاقة مع الدل ما يحتاج من الدل أف إلا أن مرات نستعملها في برهنة تلاجوة أن الدل يجب أن تكون متزايدة تماما لنحتاجها في برهنة بعض الخواص لاحظوا قال إذا كانت أف متناقصة كذلك أعطي لكم مثال أن إي لأن تسعين ناقص ثلاثة أن زائد خمسة لما نلاحظ إلى أف لأن الدل المرفقة لها هي ناقص ثلاثة أن زائد خمسة لو نشتقها هذه ماذا نجد ناقص ثلاثة هذه القيمة السالبة إذن الدل متناقصة لكن المتغير يكون أن ليس إي لأن وعندنا كذلك الطريقة الثالثة إذا كانت حدود المتتالية موجابة أماما هذه الطريقة الثالثة ما هي؟ قال إذا كان النسبة إي لأن زائد واحد على إي لأن أكبر أو يسعين الصفر فإن المتتالية متزايدة وإذا كان أصغر أو يسعين الصفر فإن المتتالية متناقصة إذن هذه هي تغيرات المتتالية فقط أبنائي نأتي بعدها إلى متتالية محدودة سويت بورني ما معنى محدودة؟ لاحظوا جيدا قال إي لأن متتالية معرفة على أن أو بعددان حقيقيا لاحظوا قال إي لأن محدودة من الأعلى من أجل ماذا؟ من أجل أن ينتمي إلى أن فإن إي لأن أقل أو يسعين إذا وجدناها مثلا في البراهن بالترجع مرة يعطينا براهن أن هذه العبارة أقل أو يسعين الثلاثة هذه تكون كيف هي؟ تكون محدودة من الأعلى وعندنا المحدودة من الأسفل تكون هكذا دقيقوا أبنائي هكذا مثلا هذه تريد أن تنزل فتجد أن الثلاثة لا يسمح لها بالنزول هذه المتتالية ويوجد لنا المتتالية محدودة الطرفين لاحظوا هذه المحدودة من الأسفل ولا المحدودة فقط لها نجدها كذلك في براهن بالترجع أن إي لأن مثلا محصورة ما بين الثلاثة مثلا والإثنان فتكون محدودة فقط يا أبنائي نأتي بعدها إلى متتالية متقاربة لاحظوا جيدا سويت كونفيرجونت لاحظوا جيدا أبنائي قال إي لأن متقاربة يعني ماذا؟ يعني أن نهايتها عندما أن الآن يؤل إلى زائد ما دون أن يقول لكم الآن دائما يؤل إلى زائد ما لأنه عدد طبيعي فإنها آل لاحظوا جيدا أعطيكم مثال مثلا إذا أعطيت لنا هكذا إي لأن مثلا عبارة تسينة واحد على اثنان الكل قوة أن زائد مثلا خمسة لو نلاحظوا إلى هذه النهاية دائما وهي لميت واحد على اثنان الكل قوة أن لما أن يؤل إلى زائد ما لأن بما أن المقام أسرع من البسط فهذه نية تعطيكم صفر إذا نهاية إي لأن لميت إي لأن لما أن يؤل إلى زائد ما لأنها تصبح كم هذه ذهبت إلى صفر بقية لنا خمسة وهي نفسها آل إذن ماذا يمكن أن نقول على المنتفي يا إي لأن إنها متقاربة لأن نهايتها لم تعطي لنا المال نهاية لحظوا نقطة نقطة عندنا كذلك أبناء قال الأولياء المتبعيدة متبعيدة معناها العكس سوف نجد النهاية كم تعطي لنا مال النهاية مثال يعطي لنا إي لأن تسوي إثنان قوة أن هذه كم تعطيكم نهاية huh عند الزائد ما تعطي لنا زائد مال النهاية أو إذا سبقت هنا بناقص تسبح لنا ناقص مال النهاية وعندنا كذلك أمر آخر قال مبرهنة إذا كانت إليئة متزيدة ومحدودة من الأعلى فهي متقاربة وإذا كانت متناقصة ومحدودة من الأسفل فهي متقاربة أحفظوا هذه إذن التقارب فيه ثلاث حالات إذا كانت النهاية منتهية فهي متقاربة وإذا كانت متزيدة ومحدودة من الأعلى فهي متقاربة وإذا كانت متناقصة ومحدودة من الأسفل فهي متقاربة نحو نهاية اسمها أل فقط أبنائي نأتي بعدها إلى دراسة المتتالية التلاجعية مكتوبة من الشكل ماذا مكتوبة من الشكل إيلي آن زائد واحد يساوينا آ في إيلي آن زائد بي مع علم أنه إيلي سفر يعطى يجد لنا أو إيلي واحد مرة إيلي سفر أو إيلي واحد المهم يجد حدها الأول ركزوا هنا أرجوكم من هو المسؤول عن طبيعة هذه المتتالية؟ لأننا نجده في بعض الأسئلة ما طبيعة المتتالية أو أثبت أن المتتالية ليست حسابية وليست هندسية أو مرة أثبت أن المتتالية حسابية أو متتالية هندسية أو مرة نجد عين قيمة الآ أو البي حتى تكون متتالية حسابية أو الهندسية لاحظوا جيداً أن أمكن أن نلخص هذا الأمر قال حالة خاصة قال إذا كانت لاحظوا جيداً إذا كان الآ كم يساوي هذا الآ يساوي صفر أو الآ يساوي لنا كم واحد والبي يساوي صفر فتكون متتالية كيف هي ثابتة كيف ذلك؟ مثلاً إذا كانت إيلي أن تساوي لنا مثلاً لاحظوا الآ قال كم واحد الآ واحد والبي صفر تكون ثابتة نعم هذه كل الحدود متساوية عندنا كذلك أبناء إذا كان الآ يساوي لنا واحد والبي لا يساوي صفر معناها تكون مكتوبة من الشكل هكذا معناها مكتوبة إيلي أن زائد بي وهنا إيلي أن زائد واحد هذه تكون متتالية كيف هي متتالية حسابية أساسها هذا مثال صغير لو يعطي لنا هكذا إيلي أن زائد واحد تساوي دقيقوا تساوينا مثلاً إيلي أن ناقص أربعة هذه متتالية حسابية أساسها ناقص أربعة عندنا الحالة الأخرى إذا كانت لاحظوا جيداً إذا كان الآ لا يساوي صفر والبي يساوي صفر والآ لا يساوي كذلك واحد لماذا؟ أعطيكم مثال إيلي أن تساوينا خمسة إيلي أن زائد واحد أعتذر إيلي أن زائد واحد يساوينا إيلي أن في مركز في مثلاً في خمسة البي كما إنه؟ البي إنه صفر فهذه متتالية هندسية أساسها هو هذا العدد المضروب في الإيلي أن فقط يا أبنائي أما ما تتكون ليست حسابية وليست هندسية إذا كتبت إيلي أن زائد واحد تساوينا آ في إيلي أن زائد بي آ لا يساوي لا يساوي الصفر وآ لا يساوي واحد والبي لا يساوي الصفر فإن هذه متتالية تراجعية ليست حسابية وليست هندسية أعطيكم مثال إيلي أن زائد واحد تساوينا مثلاً خمسة إيلي أن ناقص ثلاثة هذه المتتالية ليست حسابية وليست هندسية إنما هي متتالية تراجعية فقط أبنائي نأتي الآن إلى المتتاليتان المتجاورتان لاحظوا إيلي أن وفيلي أن متتالية متجاورتان إذا وفقت إذا إحداهما متزايدة والأخرى متناقصة ولهما نفس النهاية آ لما أن يؤل إلى زائد من النهاية والشرط الآخر نهاية الفرق يساوي الصفر لاحظوا جيداً أعيد حتى تفهموا متى تكون متتالية متجاورتان إيلي أن وفيلي أن متجاورتان إذا كانت واحدة مثلاً الإيلي أن متزايدة والأخرى متناقصة أو العكس فيلي أن متناقصة والأخرى متزايدة ونهاية الفرق بينهما يساوي الصفر أنا أجعل هذه الملخصة بالرغم أن يوجد لنا الفيديو من الألف إلى لي لكن هذا ملخص بسيط للتذكير على بعض القوانين إذن تكون المتتالية المتجاورتان إذا كانت إحداهما متزايدة والأخرى متناقصة والفرق بينهما نهايته تأول إلى الصفر ثم قال عندنا كذلك تذكير من بين التذكيرات أبنائي قال إذا كانت إيلي أن متتالية معرفة بحدها الأول إيلي أن يساوي أف لأن ليس أف لإيلي أن إذا كانت نهاية أف لإكس تساوي أل فإن نهاية إيلي أن تساوي أل أعطيكم مثال بسيط إذا كانت مكتوبة أف إيلي أن هكذا إيلي أن تساوي إثنان آن زائد واحد على آن زائد ثلاثة مع هنا نعم معرفة هكذا فإن نهاية إيلي أن تساوي أن نهاية آف لأن هذا هو آف لأن لهي أكبر حد لهو إثنان آن على أكبر حد لما آن أكيد يأول إلى زائد ما لا نهاية وهنا آل يأول إلى زائد ما لا تعطينا هذا مع هذا تساوي إثنان إذا نهاية الدلة هي نفسها نهاية متتالية فهي متقاربة نحو الإثنان فقط يا أبناي وتغير الدلة اللي هي آف لإكس إذا وضعناه هنا فقط يعني احتدفهم هذه إذا وضعناها آف لإكس نعوذ هنا بالإكس والإكس والإكس يكون من الصفر إلى الزائد ما لأنه الآن يعني أخذ مثلما أخذ الآن قيم الأعداد الطبيعية تكون من الصفر إلى الزائد ما لنهاية إذا كانت هذه الدلة آف هذه الدلة آف متزايدة فإن المتتالية متزايدة وإذا كانت متناقصة فإن المتتالية متناقصة والنهاية لذلك هي النهاية والحدودية محدودة الدلة محدودة فإن النهاية أبدأ المتتالية كذلك محدودة فقط يا أبنائي نأتي بعدها الآن أبناء إلى المتتاليات الخاصة التي هي الحسابية والهندسية أولا نقول المتتالي حسابية لسويتة أريثميتك لاحظوا جيدا قال من أجل كل عدد طابعي فإن E لأن زائد واحد تساوينا E لأن زائد R حيث R ما هو أبناء R هو الأساس نحن نتحدثنا من قبل إذا قلنا إلى E لأن زائد واحد تساوينا A في E لأن زائد B إذا كان الأ يساوينا قلنا واحد معناه يحذف من هذا المكان هكذا ما طابعة المتتالية؟ قلنا أنها متتالية حسابية أسسها بي اللي هو هنا في مثالنا قال نسميه R R هو عدد حقيقي ليس طابعي إلا نلاحظوا جيدا عندنا بعض التعارف عليها عبارة الحد العام المتتالية الحسابية التي تنطلق من ماذا؟ إذا انطلقت من U0 فإن عبارة الحد العام لديها هي U0 يسوي U0 زائد NR أما إذا انطلقت من الواحد لاحظوا من الواحد فتصبح لنا هذه U0 يسوي U0 زائد N ناقص 1 في R أما إذا انطلقت من أي حد شاءت فنقول عبارة الحد العام سبح لنا U0 يسوي U0 زائد N ناقص P في R لا يهم بدقة من 5 أو 10 المهم قال يا أستاذ لو بدأت من 5 سبح لنا U0 تسوي U0 زائد N ناقص 5 في R حيث R والعدد هو الأساس عندنا كذلك العلاقة بين ها هو أمامكم الذي تحدثنا عليها اللي هو عبارة الحد العام في الحالة العامة U0 يسوي U0 زائد N ناقص P في R مجموعة المتتالية دي تارم يعني مجموعة المتتالية الحسابية مجموعة المتتالية الحسابية قانونيا ماذا يقول حتى تفهموا هذه الأمور البسيطة أبناي تقول المجموع أسان يسوي عدد الحدود على اثناني في الحد الأول للمجموع زائد الحد الأخير لمن؟ للمجموع ليس للمتتالية هذا هو القانون تخيلوا لو انطلقنا من S أن يسوينا من E لصفر إلى غاية E لأن يسوي العدد الحدود دائما أبناي أصيكم كيف يحفظ الدليل الكبير ها هو الدليل الكبير كم؟ كم هو؟ إنه أن وتنقسون منه هذا الصغير وتضيفون واحد من عندكم يعني بلغة الجزائي صدق عليك لازم على اثنان في الحد الذي انطلق منه المجموع وزائد الحد الذي انتهى عنده المجموع أفئي لي أن يقول أحدكم يا أستاذ وإذا انطلقت مثلا من عشرون انطلقت هذه المتتالية من عشرون وتوقفت مثلا عند الخممسة والخمسون فتصبح لنا الكبير اللي هو خمسة وخمسون ناقس عشرون وتضيفون ناقس عشرون وتضيفون واحد في على اثنان في الحد الذي انطلقنا منه هو إيلي عشرون والذي توقفت عنده إيلي خمسة وخمسون فقط هكذا تحسب القائد حتى تفهموا جيدا إلى مجموع المتتالية الحسبية في الحالة العامة الحالة العامة ها هو أمكم مثلما ذكرت هنا أبنائي قال أس يساولنا إيلي بي في بي إلى غاية إيلي آن يساولنا الدليل الكبير ناقس ماذا ناقس صغير ها هو أضافة واحد الدليل الكبير ناقس صغير زائد واحد على اثنان في الحد الأول للمجموع زائد الحد الأخير للمجموع فقط أبنائي هنا الخاصية الثلاثية حدود متتابعة يعني الوسط الحسابي في الوسط الحسابي ماذا تقول قائدة إذا كان عندنا إيلي مثلا إيلي سفر وإيلي واحد وإيلي إذن واحد وإيلي إثنان حدود متتابعة لمتتالية حسابية تقول القاعدة مجموعة الطرفين اللي هو إيلي صفر زائد إيلي إثنان إيلي إثنان يساولنا ضعف الوسط هكذا أعطيكم مثال حتى تفهموا لو جئنا مثلا إلى مثلا إي مثلا آ بي و سي فتقول قاعدة هذا زائد هذا اللي هو آ زائد سي يساولنا ضعف الوسط فقط أبنائي افهموها فقط يسمى الوسط الحسابي فقط نأتي بعدها أبنائي إلى المتتالية الهندسية سويت جيومتري لاحظوا جيدا المتتالية الهندسية مثلما تحدثنا في الحالة الأولى أنه قلنا إيلي آن زائد واحد يساولنا آ في إيلي آن زائد بي الآن إذا كان البي هو الذي يساوي الصفر فتصبح لنا هذه متتالية هندسية أساسها آ إذا المتتالية الهندسية يقول متتالية تكذب إيلي آن زائد واحد سألنا إيلي آن في كو أو أر يسمى ما شيئنا المهم إيلي آن في عدد لاحظوا جيدا عبارة الحد العام في الحالة العامة سوف أعطيكم الحالة العامة لأنها هي الأفضل أنه إيلي آن والمتتالية ليس دائما إيلي آن تسمى فيلي آن تسمى تيلي آن دبلو في آن يسمى إيلي بي في كو قوة آن ناقص بي هذه هي عبارة الحد العام للمتتالية الهندسية أبنائي فقط إذن ها هي الحالة العامة إذن وعندنا كذلك مجموع متتالية هندسية S يساوي لنا ماذا يساوي أن الحد الأول للمجموع في الأساسي قوة عدد الحدود ناقص واحد على الأساسي ناقص واحد وفي بعض الكتب نجدها معكوسة نجد واحد ناقص الأساس قوة عدد الحدود على واحد ناقص الأساس كلاهما لأنه ضرب البسط والمقام في ناقص واحد فقط تصبح لنا S إذن طلقت تخيلوا من V0 إلى غاية VN فيصبح لنا الحد الأول للمجموع في الأساسي قوة عدد الحدود الحدود الداليل الكبير ناقص الصغير زائد واحد ناقص واحد على السطر في الأساسي ناقص واحد هذه إذن طلقت مثلا من واحد فتصبح لنا هنا كذلك هكذا واحد وأكبروا هنا تكتبوا واحد وعندنا كذلك الحالة العامة ها هي أبناء الحالة العامة مثلما تحدثنا الداليل الكبير ها هي أمامكم إذن تصبح لنا الحد الأول في Q قوة الداليل الكبير ناقص صغير زائد واحد ناقص واحد على السطر على الأساس ناقص واحد مع الأساس لا يساوي يساوي الواحد لأنه إذا كان يساوي الواحد تصبح لنا هذه الصيفر تصبح لنا هذه الصيفر تصبح المتتالية ثابتة عندنا كذلك الوسط الهندسي الوسط الهندسي أبنائي فليس مثل الحسابي إذا كان عندنا A و B و C أو هنا عندنا X و Y و Z فإن هذا في هذا A في C يساوي مربع الوسط مثل ما هو عندنا هنا X و Y وأزد يساوينا X في Z يساوينا Y مربع وعندنا كذلك نهاية المتتالية الهندسية عندها النهاية وها ها هي أمامكم لاحظوا إذا كان الأساس تلك المتتالية محصور ما بين الواحد والنقص واحد فإن النهاية هذه العبارة تساويونا صفر إذا كان الك يساوي واحد فإن النهاية كم تعطيكم؟ واحد لأنه ثابتة إذا كان الك أكبر من الواحد تصبح لنا زائد من النهاية وإذا كان الكاء أصغر من نقص واحد فإنه ليس للمتتالية نهاية لماذا؟ لأنه تصبح متناوبة فقط يا أبنائي كما يمكن أن نتحدث عن شيئاً آخر لهو البرهان بالتراجع البرهان بالتراجع يقول مثلاً برهم بالتراجع أن إثنان مثلاً قوة آن أكبر تماماً من الصفر هنا في البرهان بالتراجع نقول نسمي ماذا؟ بلئان الخاصية اللي هي إثنان قوة آن أكبر من الصفر هنا في البرهان بالتراجع كما تعلمون أبناء يوجد لنا ثلاث مراحل لدينا مرحلة الأولى وهي مرحلة التحقق مرحلة التحقق نقول من أجل ماذا؟ من أجل أن يأخذ أول قيمة وهي الصفر صبح لنا إثنان قوة صفر إثنان قوة صفر كم هي؟ واحد والواحد أكبر من الصفر إذن هذه الخاصية محققة ماذا نقول؟ نقول بل صفر محققة ثم في المرحلة الثانية دائماً أنصحكم أبنائي وأوصيكم أن التي تعطى لكم تقول لكم برهن بالتراجع الذي يقول لكم برهنها أنتم أفرضوها قولنا نفرض أن الخاصية بل آن كيف هي محققة من أجل ماذا؟ من أجل آن أي ماذا؟ أي أنه إثنان قوة آن أكبر من الصفر ونبرهن هذه المرحلة الثالثة والحاسمة نبرهن صحة ماذا؟ الخاصية بل آن زائد واحد من أجل ماذا؟ من أجل آن زائد واحد أي نثبت أنه إثنان قوة آن زائد واحد أكبر من الصفر لكن لإثبات ذلك يا أبنائي علينا أن ننطلق من الفراضية نقول من الفراضية أنه لدينا إثنان قوة آن أكبر من الصفر ما رأيكم أن أضربه هنا في الإثنان وأضربه هنا في الإثنان؟ هذا أسه واحد تصبحنا نتجمع الأسس إثنان قوة آن زائد واحد في أكبر من إثنان في صفر هي هل توصلنا إلى هذه الخاصية نعم نقول خاصية بي لآن زائد واحد كيف هي محققة من أجل ماذا من أجل آن زائد واحد ونعود إلى البرهام الترجو وأخيرا إثنان قوة آن أكبر تماما من الصفر ها هو البرهام الترجو إذن البرهام الترجو يحتاج إلى ثلاث مراحل مرحلة التحقق ومرحلة الثانية اللي هي مرحلة التي يعطلها لكم أنتم أفريضوها وابنو على التي بعدها فقط وفي الأخير أبنائي وبنتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة طهرة ولمن أراد أن يتفقه أكثر يكتب المتتاليات من الألف إلى ليال أستاذ نوردين سوف يجد فيديو فيه سبع ساعات إلى أربع ثواني وفي الأخير أرجوكم أبنائي لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة طهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نوردين ليصلكم جديدنا باستمرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته